اوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي ان فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض بشرت مساء امس حادثة سقوط شضايا من صواريخ خباليسية بعد اعتراضها وتدميرها على احياء سكنية في مواقع متفرقة وقد تسبب سقوط احد الشضايا على منزل سكني في سشاد مقيم واصابة اثنين اخرين جميعهم من الجنسية المصرية وتم التعامل مع الحادث وفقا للخطط المعدة لذلك اشتركوا في القناة